مهدة الدائرة السابعة أمس افتتاح مسجدين لصلاة الجمعة وهما مسجد أم القرى ومسجد مفتاح القلوب حيث حضر الصلاة في المسجدين عدد كبير من المصلين ومن عام الميليسة العالمية الإسلامية الشيخ عبد الدائم أبدالله عثمان تقرير بحر الدين أبن الشافي الدورت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بهذه الصلاة عم المصلين الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان بمسجد أم القرى بحيث الكيتة بالدائرة السابعة وفي ثنايا قطبته يحث المسلمين على التمسك بهدي الإسلام وسنة سيد الأنام والأخلاق التي جاء بها الدين الحنيف كما طالبهم بتعمير بيت الله بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والإكثار من فعل الخيرات والتبرع بالصدقات والإحسان على الجيران كما أن المسجد يسع لأكثر من ألف وقمسمع مصلي وبه مرافق وملحقات من حمامات وسكن للإمام وبعد أداء صلاة الفريضة قام منضوب المجلس بالدائرة السابعة بتشكيل الآئمة ولجنة المسجد هذا وطالب منضوب المجلس سكان الحارة بتنزيف المسجد والاهتمام بعنايته وممارسة نشاتهم الدينية كما تم تسشين مسجد مفتاح القلوب بحي قرم الناجي حيث دعا الخطيب الشيخ فكين محمد أحالي الحي من المصلين على الاهتمام بنظافة المسجد واحترام الآداب التي شرعها الدين الإسلامي كما دعاهم إلى ضرورة الإكثار من ذكر الله وأداء الصلوات المفروضة بالمسجد وأقب أداء فريضة الجمعة فقد تآقب المشايخ في الحديث مركزين على أهمية هذا الصرح الذي تم بناؤه بتمويل من أحد فاعلي الخير مقدمين شكرهم للمتبرع ويعتبر هذا المسجد صرحا دينيا لأهالي هذا الحي والأحياء الأخرى والقرى المجاورة لقرم الناجي